مش بس المنافسة كمان قادرين على تحقيق ارقام قياسية زي العينة دي اتفرج على الارقام القياسية اللي حققها فريق المغرب نطلع بقى كده بالارقام القياسية اللي حققها المغرب في كاس العالم اهو اول منتخب عربي وافريقيا تأهل نصف النهاية اول منتخب عربي اول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كاس العالم مرتين اول منتخب عربي يحصل على في دور المجموعات على كل ست نقاط في دور النقاط أو تسع نقاط ست نقاط أنا مش عايش شايفها النصيري أول لعب مغريبي يسجل في نسختين في كاس العالم وليدر إجراجي المدرب أول مدرب عربي أفريقي يصل إلى نصف النهائي حكيم زياش أول لعب عربي يخوض تسع مباريات كاملة في كاس العالم وصاحب أسرع هدف للمنتخبات العربية وتالت الهدافين التاريخين والمغرب أكتر المنتخبات المغرب أقوى دفاع في مونديال قطر وفق إحصائيات الاتحاد دولي كرة القدم أكتر المنتخبات العربية تسجيل الإهداف في تاريخ كاس العالم سجل 19 هدف حتى الآن يكفي يكفي دي يعني مش أكلمك سيبك من قفزة المهاجم المغربي يوسف النصيري في ماتش المرتغال لكن أنا ليه رأيي قبل ما استضيف الأساتزة النقاط اللي عبوا معنا دلوقتي لو المغرب كانت تملك من وجهة نظري مهاجم فارق كان هيعمل حاجة كتير جدا بصراحة يعني المغرب حتى حمد الله للنزل يعني أنا مش فتوش فارق قوي لو المغرب كانت تملك مهاجم قوي مهاجم مهاري كان هتفرم معنا كتير جدا خلي بالك إن الجون التاني وجاه في الديئة 78 أثناء ما كان المغرب ضاغت بكل خطوطه على مرمى فرنسا واستغلت فرنسا الفراغ ده وراح الداخل عاملة هجمة مرتدة بالساحر مبابيه ساحر هذا اللعب ملوش حل ملوش حل ده لازم يتربط يعني ميتمسكش ده يتربط يعني ده ماينفعش معاك إنك أنت تربطه بحبي أو ما تنزلوش خالص الوصمممممممممممممممموز